بسم الله الرحمن الرحيم مبدئيا طبعا الأسئلة اللي طرحت تعتبر تناول لمختلف أبعاد العمل النقابي بكافة زوايا بكافة زوايا حقيقة وده طبعا كلما ارتفع مستوى الأسئلة كلما فرض ذلك علينا مسؤوليات بس فأيضا هناك واجب مشاركة الزميلات والكوتة النسائية ماشي أنا تحياتي طبعا لزميلاتي اللي بأشرف واعتزب زملتهم وقدرهن لدينا إلا أنه يتعين حينما يذكر أمر مشاركة المرأة في العمل النقابي أن أحيي وأرحب بقدوم الزميلة الفاضلة عضو مجلس نقابة بورسعيد الأستاذة حسناء السبسكانة نموذج مشرف للمشاركة النسائية الضاحضة للقول بأن هناك تقويض لفرصة المرأة في المشاركة صحيح أقل مما يجب وأقل مما ينبغي لكن دائما هناك فرصة للمتميزات دائما هناك فرصة للإيجابيات دائما هناك فرصة لمن ينظم طريقة خوض هذه المنافسات ويحرص فيها نتائج لكن قفزا إلى موضوعات الأسئلة لتعددها ليس من لافت إلا انخفاض عدد الراغبين في استماع الإيجابات عن عدد الراغبين في الاستماع للأسئلة شايفين حضراتكم أن القاعة قد أصبح حضورها أقل بكسية لكن ده معناه أنه انحصر الأمر في الأكثر إيجابية من الزملاء الذين تركوا الترفيه والاستمتاع بالهواة الطلق واستمروا في هذا المسعى الذي الدائم لنقابة المحامين الموضوعات عديدة عشان نتكلم فيها بشكل مباشر بالنسبة نبدأ مبدئيا بالموضوع الذي تكرر فيه أكثر من السؤال موضوع المعاش موضوع معاش المحامين أخوانا باختصار شديد لأنه ما فيناش حد مختلف على هذه الغاية للنقابي للمنتخب ولا غير المنتخب كلنا لدينا أبناء وكلنا معرضين بكرة الصبح أطال الله أعمارنا وأعماركم وبارك فيها أنه ممكن أبناء ده تبقى محتاج المعاش الأمر حتمي فالمسعى نحو رفع قيمة المعاش مطلب متفق عليه قضية متفق عليه ليس فيها اختلاف قضية كلها تكمن في كيف كيف تزيد هذا المعاش في ظل معادلة شديدة الصعوبة سباة الموارد لأن الدمغات وأتعام المحامة مرتبطة بعدد القضايا عدد القضايا ما بيرتفعش بارتفاع عدد المحامين عندك معادلة صعبة جدا هتزود الدمغة إرهاق للمحامة ما فيش شك أتعام المحامة أن تزاد زيدت في 2002 وهي اللي أوصلت المعاش من 2002 كان المعاش 700 جنيه النهاردة 2000 جنيه في الشهر رغم أن عدد المحامين تضعف أربع أضعاف ذلك العدد الذي كان في 2002 ومع ذلك رغم ارتفاع عدد المحامين أربع أضعاف إلا أن المعاش وصل لألفين جنيه بعد ما كان 700 على إيه؟ على أنه في ترشيد في الانفاق في ضغط له في تقليص لكثير من الخدمات وفي نفس الوقت زيادة للمعاش بالشكل اللي شفتوه حضراتكم في إيه؟ مش بس المعاش الشهري بقى 2000 معاش الدفع الواحدة الذي نستقله ونشعر أنه أقل مما يجب معاش الدفع الواحدة المئة ألف عند الاربعين سنة وبنقول بنقسمها بالميراس ده قانون المحامين ده تقسيم أنصبة المعاش تقسيم قانون له قرار مجلس ولا حد يقدر يعبس في هذا القانون إلا إذا اتواجدت الوسائل اللي تكفل إنك تدي المعاش كاملا لأحد الأبناء أو لإحدى الزوجات كاملا كما ينبغي أما مسألة زيادة الأسعار وعدم ولا أمل هذا أمر يشكو منه الجميع الموظف والعامل وحتى أتعبنا ما بتلبيش متطلباتنا وما نقدرش نرفعها زي ما احنا عايزين لأنه المجهة تلاقي الموكل اللي هيستجيب لك في كل ما تطلبه حتى ولو كنت تستحقه فهذه معادلة بيحكمها العامل الاقتصادي اللي موجود في البلد واللي من النقابة مش لوحدها تعرف تحله لكن تقدر تعالج ما يتيسر من وسائل المعالجة لما نحط معاش الدفع الواحدة آه طبعا هو أمر كان استحدث وأمر ما فيه شك انه حميد وفيه شك انه آه كفل فرص يعني عايز ألفة النظر لمسألة هامة المعاش ده معاش الدفع الواحدة قاصر على حالتين العجز والوفاء وزملاء بيطالبوا به اللي بلوغ السن هو المفروض احنا المفروض يكون عند الكل بلوغ السن والعجز والوفاء بس طيب تعالوا نبصوا مين الاولى اذا كان متعذر ده يبقى مين الاولى اللي بيموت شاب وبياخد معاش شهري منقوص باعتبار سنوات اشتغاله ولا اللي أوفى المدة وخرج أبناءه وزوجهم وأصبح مستقر وأصبحت المسألة بالنسبة له الاربعين سنة بيدولوا معاش شهري يسمح بالأرمالته انها تعيش كريمة في حدود ما هو متاح من امكانيات اكيد معاش الدفع الواحدة عند الاسرة الصغيرة اللي اطفالها لسه في المدارس اللي شاعتها لسه بالقصد اللي العربية عايزت تتباع وفي نفس الوقت عليها افصاد وهو نفسه مجرد انه يبقى معاها عربية ده افضل من كثيرين جدا من اللي ما عندهمش فهذا واقع هذا واقع احنا مش فيه ما حدش فينا بيعير الاخر به ولكن بنبحث عن وسيلة المعالجته المعالجته ازاي بنقول لما يبقى في معاش دفع الواحدة يبقى شيء كويس طب مين نبدأ بمين نبدأ بالعجز والوفاء لان ده حدث فجائي بيداهم الاسرة والمعاش الدفع الواحدة الزم عنده اكثر من اللي هو مسن وبلغ السن ويستطيع ان يستمر في المهنة وغالبا ما بيستمر في المهنة لغاية الوفاء طيب مسألة التأمينات الاجتماعية مسألة التأمينات الاجتماعية مشكلتنا معها مشكلة قانون لان قانون التأمينات بيتعامل مع المحامي شوفوا حضراتكم المظلمة ازاي بتعامل مع المحامي علينا رب مؤسسة صاحب عمل اب انا اللي شقيان وانا اللي صهران وانا اللي بترافع وانا اللي طالع نازل على السلالم ويعملني على اني صاحب مؤسسة ولو مش اخل فراش عندي يوديني الجنح لو ما امنتش عليه وانا شخصيا لما ادفع التأمين ادفع خمسين جنيه شهري عشان يديني مية وخمسين جنيه معاش في الشهر تخيلوا حضراتكم الظلم وصل ليه لانه بيتعامل معايا يا رب عمل صاحب صاحب عمل صاحب عمل يعني مستوى الكفالة الاجتماعية له مختلفة تماما عن كفالة العامل هذا الامر نوقش معاه وفي مجال السابقة كان معانا في مجلس النقابة بعض عضاء الادارات القانونية في التأمينات الاجتماعية بل رئيس القطاع مرة في دورتين كان موجود وسعى الى تحدث تفاهمات معاه قالوا القانون ما بيسمعش بالاضافة الى انه لو رجعنا للقانون بتاع التأمينات الحالي هيدفع النقابة عن معاشات المحامين المقيدين حاليا من اول ما هوضع القانون في السبعينات اقصات متأخرة الرقم فلكي والله ما اعرف اقراء اللي مطلوب من النقابة انها تسددوا العدد الزملاء الموجود حاليا فهذا عبس روعي ذلك عند النص الدستوري الموجود حاليا انه التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي مسألة لابد لكل مواطن صحيح ما تترجمش في صورة نصوص تشريعية قانون بالمعنى الضيق سنة برلمانيا يتناول هزي المسائل بشكل فيه جداول وفيه لوائح تضبطه لغاية النهاردة ما حصل انما المبدأ دستوري الموجود والالحاح عليه ما زال موجود الى ان يحدث هذا على صعيد الادخار لاحظوا حضراتكم انه مسألة انه حد يعمل بوليس التأمين ما هو ده موجود قصة انه ندفع واخد دي ما هي موجودة في الشركات حافز الربح اللي بياخدوه الشركات دي حجمه ضخم فبيخلي القصد كبير والميزة التأمينية محدود مش هتلبي فالحل الامثل انه احنا بشكل او باخر صندوق التكافل اللي كان موجود في النقابة تليف ما فيش اقبال عليه قيمة القيمة اللي بيقدمها ما هيش تستحق السعي وراءه ولا تلبي حاجات اسره فبالتالي لابد ان يكون هناك عامل استثماري بيدر ارباح على هذه الحصيلة المدخرة يعني لما اودع قصة تأمين بياخدو تاخدو شركة التأمين او المؤسسة التأمينية او النقابة اذا قامت بهذا الدور التأميني وتستثمره ويدر عوائد لما قلنا نجيب شركة تقرض النقابة قرض ما يحملش النقابة اي اعباء مديونية ولا كرسي من كرسيها يبقى ضامن للقرض وتبنيلنا متلات مستشفيات ومول تجاري نروح نجيب منه عوائد نضبها لصندوق المعاشات عشان نرفع ده قيل لنا ليه وازاي تعمل قرض وازاي ترهن رهن النقابة ازاي ده اول شرط اشترق في هذا العقد انه مفيش مسئولية عن نقابة في منليم واحد في ساتة هذا القرض انت بتعمل مشروع هتسترد القرض من المشروع ومن عوائده الى ان يفي ثم يقول تعقول ملكته للنقاب فقط هذا الكلام هذا الكلام المفروض انه هو ده اللي موجود والمفروض انه ابدع ما بالامكان ليس للرافض ان يرفضه الا ازا طرح بديلا الا ازا قال طب نعمل ايه طب نقول نحسنه ازاي انما نروح ندور في افلاك اعرض العقد لا ما عرضتش العقد العقد عرض نصا نصا على مجلس النقابة ومفقة عليه بتشترد بتشترد الشركة وهذا وهذا بند معظم حضراتكم اللي بتعامل في العقود مع كبار الشركات والعقود الدولية مسألة اشتراض عدم الافصاح عن نصوص العقد مسألة متواترة يعني معظم العقود بتطلب الشركات فيها هذا المهم ان المجلس حينما وافق على هذا العقد بما يشبه الاجماع بما يشبه الاجماع حقيقة مش كذب يعني الاعتراض كان من سلاسة من المجلس كله والكل كان مرحب والسلاسة اللي يوفقهم طبعا ما حدش عقب على حد في الرأي لكن رأيهم لكن في النهاية هناك موافق على انه هذا العقل طالما انه ما يحملش النقابة مسئولية طالما انه مايرتبش اي رهون على النقابة يبقى مرحب بي جه ما جاش مخسرناش حاجة ومن غير ما نزعل ومن غير ما تجعل يوم ما يتحقق هيقدم هذه الخدمة المستشفيات اللي ده بحانة دي اللي كل يوم ترفع في اسعارها وكل يوم بتخلي النقابة عايزة ترفع سقف الالاج عشان يلبي الاشاعات والاجهزة الغالية اللي كل شيء فيها بالاف كل ما تيجي ترفع ده تلاقي انه هذا الرقم ما بيلبيش وبتسيب المحامي في نص السكة مش قادر لا تكمل معا انفاق ولا تواصل ايضا لاني ما عندكش امكانية تواصل لنهاية الاعلاج دي هذه معادلات نبص لها سوا نعالجها سوا نتكلم فيها كل واحدة في بندل واحده هل مشروع العلاج فيه شك انه بيقدم خدمة لازمة للمحامين انا لم اجد احدا الا ينتقد طيب ماشي انا شخصيا ممكن اكون عايزه يزيد شايف انه اقل مما هيك شايف انه المفروض بالاسعار انه يزيد لكن الزيادة لابد ان يكون لها مورده عادينا بنقول له فيه ممكن نعمل مورد انه ييجي المقرد ويستفيد بقرضه وياخد الفايدة بتاعة العائد بتاع قرضه وبعد ما يسترد دينه بالنظم الاقتمانية المعتادة في هذا الاطار يقول الامر للنقابة ويصبح الربح كله لصناديق المعاش بتاعة النقابة الزميلة اللي بتقول انه 600 مليون وديعة باسم النقابة وبترى انه لازم ناخد بها قروض من البنوك هي بتاعة الافراد الوديعة دي وديعة معاشات الابناء والمحامين اللي لسه بيه قيدوا النهاردة اللي بيقيدوا النهاردة معاشهم الناس بتحطوه الوديعة هذه وديعة لاستحقاقات الصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية اللي علاجه المعاش للمحامي في سنوات قادمة ده ما يطلعش عليه قرض ليه عشان عايز اشتري فيلا ولا اشتري عربية ما يطلع ليش هنا ولما روح البنك البنك يخاف المحامي وده امر طبيعي مش هتلاقيه في البنك بس ده انت لو رحت تستأجر شقة هتلاقي المالك مش عايز اقجر المحامي خايف منه من الاخر طب الدولة خايفة منك طب جميع مؤسسات الدولة خايفة تتعامل معاك طب الضرائب متحدياك طب القاضي خايف منك وانت بتثبت الدفع في محضر الجلسة وكيل النيابة عايل همك وانت داخل تحضر التحقيق عشان ترقبه ضبط المباحث شايفك وانت داخل وعارف انت اللي هتدفع الدفوع اللي هتطلع بيها اخطأه في محضر الضبط احنا شغلانتنا كده قبلناها وحبناها عشان كده احنا بالرائب احنا اماناء لبصالح الناس على حساب هؤلاء عايزين تقبلوا هذا التحدي اقبلوه عايزين تنضف سبيل حقوق الوطن والمواطن تحملوا انما اللي عايزها بمفهوم الوظيفة بمفهوم اللي بيتمنظروا اللي بيوستعوا لهم السكة اللي بيفتحوا لهم الباب اللي مخصص لهم دورة مية على قفل اللي بيركبوا وسنصر لوحدهم احنا مش بينهم احنا بتوع الناس احنا بتوع الناس هذا هو دور نقابة المحامين هذا ما نفخر بيه في نقابة المحامين ارجو ان حضراتكم تاخدوا المسألة بشكل فيه تحمل بشكل فيه تحمل هذه مهنة خشنة مهنة صلبة مهنة ليست للكفة مهنة متخصص فيها القادرون القادرونة فقط وعشان كده بنقول احنا ما بنقبلش المساس بكرامتنا انما بنقبل المعاناة بنقبل السهر الناس بتوكلنا في القضايا وتروح تنام عشان نصرحنا بيعملوا توكيل وما يحضروش ونحضرحنا ما يعرفوش يدفع عن نفسهم ونحضرحنا ليس من العدالة انه واحد في القفص يجهل القانون يواجه سلطة الدعاء تجلس على المنصة لا يمكن ان تسوي بين الخصوم الا اذا جئت لهذا الحبيث بنبدل للنيابة يعرف القانون ويملك الفصاحة ويملك الشجاعة وله من الوجهة ما يكافئ به سلطة الدعاء هذه سلطة الدفاع التي تعتزوا بها ايطا فبحدش يجي النهاردة يقول انا عايز ابقى زي دول ولا نفس ابقى بغلاف مغلف زي دول احنا للناس وبتوع الناس واصلب من من الذين يغلفون واكرم من الذين يحاطون بهذه السياجات نهدأ وننظر لقضيانة بهذا الشكل نقابتنا نقابتنا النهاردة لما نقول ان احنا بننشئ مقر النقابة انشاء مقر النقابة في هذا المكان التاريخي والله انجاز والله ما مرحب ان النقابة المحامين تكون في هذا المكان لكن قيمة ان تنشئ في هذا المكان امر لابد ان ان نرفع به هاماتنا ان نعتز به ايوة هذا المكان التاريخي بيعود مرة اخرى ليرفع ابنيةه عاليا عشان يعلن انها قلعة الناس قلعة الحقوق والحريات في مصر دورها الوطن يا استاذ حسن مش هيزول ومحدش يعرف يقل هيزول فلسطين تبقى في الوجدان ولا ما تبقاش في الوجدان هي هو خيار هي فلسطين دي خيار نقبله او نرفضه دي امانة تركت من اجيال وعلينا ان نورزها لاجيال افلحنا في تحريرها افلحنا ما افلحناش تيجي ابنائنا تفلح يورسوه انما ما نصطلحش ما نطبعش ما نصافحش ما نعرفش الناس دي نقضى علاقاتنا بيها نحذر من صداقتها ناخد بالنا من افعيلها ومن ساعة معرفناهم لدي ما توقفت عن الاراقة ولا ارضه توقفت عن الاستلاب ولا اقتصاد تحسن بتوقف الحروب ولا كرام ارتدت فليما الابقاء على هذه العلاقات هؤلاء هؤلاء اعداء وسيظلوا اعداء وفلسطين باقية عربية ابدت ضهر هذه مقدسات وحد يملك وحد يملك يتنازل عن شيء مش بتاعه اللي جاب فلسطين يروح يتنازل عنه انما انت جدها عربية مسلمة رافعة الرأس عزيزة مقدسة في جميع الاديانات وفي جميع الكتب السماوية محدش يجي النهاردة ويبتكر ويفكر افصف قرن ايه ومن قال لك القضية قضية قرن واحد ده احنا قرون ده احنا قرون وإلى قرون وإلى يوم الدين وهذه القضية لن تزول عشان جده فيه امور كثيرة عايزة تناولها اخونا العزيز الاستاذ مجدي اين اموال النقابة واين الميزانيات بالمناسبة انا استأذنك اعتز باني عضو في هذا المجلس وفي مجال السابقة عرضت ميزانية نقابة المحامين والله في عدد قياسي من المرات يعني الجمعات العمومية اللي عصرتها عضونا في مجلس النقابة منذ عضوياتي في هذا المجلس عدد الجمعات العمومية التي عقدت لطرح هذه الميزانية وعلى الزملاء اكبر من عدد المرات التي طرحت فيها ميزانية النقابة منذ نشآتها بس فيه نقطة عايز اضيفها لحضرتك عرض الميزانيات على الجمعات العمومية موجود في نص في قانون المحامة من قبل النص اللي اخضع النقابات لرقابة الاجهزة الرقابية الجهاز المركز المحاسبات كان الجهاز المركزي مالوش دعو بالنقابات لغاية لما تعد القانون واصبحت النقابات خضيع له كلام ده ممكن يكون في نهاية التمانينات او في اول التسعينات مش متذكر لكن اصبحت هذه النقابات ميزانياتها وتفاصيل التفاصيل في مالياتها معروضة على هذه المؤسسات تقرير الجهاز المركزي المحاسبات ليس سرا وامر معلق يا فندب انا اشوف حضرتك انا شخصيا عن نفسي يعني ممكن اقول لحضرتك انه مسألة الاطلاع عليه ليست شرطا ان تكون عبر النقابة يعني من اكتر من جهة لكن على اي حال الوقت اللي حضرتك هتشرفني فيه انا باعه للمسؤولية اهو قدام زملائي الوقت اللي هتشرفني في حضرتك في النقابة وتطلب فيه الاطلاع على اي بند من بنود ميزانية سابقة او من تقرير الجهاز المركزي او بيان من ميانات النقابة انا متضامن معاك في اطلاعك عليه بلا اي نوع من انواع غياب الشفافية ابدا على الاطلاع نحن بنشرف يا اخي باللي بنعمله احنا معتزين باللي بنعمله احنا حملنا نفسنا مواجهة مع زملائنا غير المشتغلين زملائنا زملاء دراسة يعني مش زملاء المهنة زملاء المهنة المشتغلين زملاء الحقوق الحقوقيين من الزملاء على عيننا وعرصنا زعلوا واللي منهم سافر واللي منهم بيشتغل واللي منهم في عمدة في بلدهم واللي منهم عايز تعاين في المأزونية يعني كلهم تجار وكلهم ناس محترمين لكن كرنين النقابة لازم. طيب يا سيدي الله يرضى عليك. النقابة كرنية ده بتؤلم مسؤوليتها عنه. وبتتضامن مع حامله. وعندي استحقاغات عند هذا الحامل. لما بيمر على كمين شرطة ويعامل معاملة سيئة. يا بي لحزة واحدة بي. احنا نقفز المواضيع اللي ايه. انا بتكلم في الجزئية وعقد القرد اتناولته لو عايزنا احكي فيه للصبح احكي فيه. ما عنديش مشكلة فيه قلت. بس ارجوك تسمعني في دي. التنقية دي. هل هي المسألة ان انا عايز احقق معاش وعلاج بس للمحامي? عايز اخفض العدد بس. الناس كتير تقول لك التنقية طب انت اللي غير مشتغل ده احنا مستريحين منه ده احنا تعبنين من كتر للشغالين. ده احنا عايزين اللي مش مشتغل ده ماش عامل حاجة. ده بيدفع اشتراك. بيدفع اشتراك ويحملك معاش ويقسمك فيه. وطبع الدمغة اللي بيلزقه المحامي الشقيان اللي جاي يبيركب اربع مواصلات ويوصل للمحكمته ويطلع نازل على السلالم طول النهار. واول ما يلزق طابع دمغة يطلع له خمسة شركة. اللي في الخارج واللي معاه تاكسي واللي بيتاجر وعايز يشاركه فيه. هذا البعد الاقتصادي اللي بيخفض اللي حقه في المعاش وبيخفض حقه في العلاقة. طب في مسألة اخرى خلينا صرحة. هو انا لو عايز حماية تشريعية للمحامي. بمقتضى انه بيمارس عمل في خصومات. ما تسيبش داري مكشوف لخصومي. انا كل ما هبقى محامي مجد. كل ما خصمي هيتعني بشكوى كيدية. لو سبتني عرضة لكل شوية. الاستاذ ده بطحني. الاستاذ ده خلاص ده هنفضل قضيانة بقى. ونسيب لقضيان الناس. فعايز نص تشريع. القانون قال القانون الحالي. قال ان انا لا افتش. ولا يفتش مكتبي الا بمعرفة النيابة وفي وجود النقابة. ولا يجري التحقيق معي الا بمعرفة النيابة. وانا تلزمني هذه الاعتبارات. وان الشكوى اطلب عن طريق نقابتي اصلا. طيب. حضراتكم ده مقتضى من مقتضية المهنة. انا بقول. يقول اي افضحها قبل ما اوعدها. انا ساختار الوقت المناسب لتفجيرها عند نظر القضي. فما يجيش يفتش. طيب. ده كلام يخص مين? يخص المحامي المشتغل. طيب لو واحد يسوء تاكسي. يقول ما فتشوش شنطة العربية عشان انا معي كرنيه. ينفع الضمانة دي. يبقى اذا تنقية جداولنا وسيلة من وسائل مطالبتنا التشرعي مش هتلاقي مشرع يديلك حصانة ولا تحصين قانوني في الوقت اللي الكرنيه بتاعنا في ايدي الرقاصي والداني. اللي هنا واللي هنا. ازا كنا عايزين مطالبة حقيقية بتشريعات حماية بجد لازم يبقى الكرنيه قصر على المشتغل بالمحامات بشكل حقيقي. التنقية وسيلة من وسائل حماية المحامي قبل ان تكون حماية الحقوق. حماية المحامي شخصيا. حماية كرامة المحامي. حماية النصوص التي تحميه. رئيس. ايه هي الاليات اللي موجودة حاليا. بص رئيس. بص حضرتك. الاليات اللي موجودة حاليا هزا ابدع ما تفتق عنه زهن المجلس. افرض ان حضرتك قوتيت اه درجة من درجات الادراك السابق. بحدش فينا بيوحى اليه. بحدش فينا ازكى من التاني. بحدش فينا زاكر اكتر. ولا ولا اعلى من الاخر. احنا اصلا بنقول دايما اذا التقينا ارتقينا. ازا كان في رأي عند حضرتك الية من اليات تنقية الجدول. ايه اللي منع حضرتك انك تتبه في ورقة. وتجيبها للامان العام والان شخصية تحمل وسؤوله ده. لحظة واحدة. اتكلمنا. اتكلمنا. انا بقول لحضرتك اراضي على مجلس النقابة. انا احطها في جدول اعمال. الفكرة ايه? خلاص انا مش مكذبك. انا مش مكذبك. انما ممكن ما يكونش اتصل. اتصل علمي بها. وممكن يكون اصلا مردود عليها برضو. ممكن تكون وسيلة مش ناجحة. لانه انا دلوقتي النقابة انتهت الى ايه? عايزين نقول ايه الوسيلة نعرض بها المحام? دي نقابة محامين. اولا. عشان بس بحاجة يحاول هي هي نقابة محامين يعني نقابة المشتغلين بالمحامة. الممارسة الشرط في المحامة. اللي يقول لك مش شرط قوله ده انت حلفت على كده. اقسموا بالله العظيم ان امارس اعمال المحامة بالامانة والشرف. انت حارف عن الممارس يا بيه? انت متقدرش متمرسش? انت متقدرش متمرسش. الممارسة الشرط اللي بقاءك محامة. طيب كويس خالص. نعرفه ممارس ازاي. لو مرة واحدة في السنة لبيه. بدليل اشتغال واحد. قال انا رحت المحكمة واشتغلت والله ما انكر عليك هزي الصفة. بشرط بس لا تكون مؤمن عليك في جهة ولا تكون سبت البلد وطلعت برة وتقول لي بعد كده انا باشتغل في المحامة مهنة المحامة مهنة مضطردة لابد ان تمارس على سبيل الانتظام والطراط. ما فيش في حاجة اسمها واحد يغبس التشور ويرجع. ويقول لي انا كنت حضرت جلسة. لا ما حضرتش جلسة. تغيب تلاتة شهر يبقى ما عندكش قضايا ولا موكل بيسأل عنك. ده احنا بناخد الاجازة واللي منكم ما ردش على موكلين وهو هنا. يقول لي. وهو اهد المحامة. اهد المحامة. عرفش ياخد اجازة من غير تليفون ميرين. ومن غير ما الموكل يسأله. ومن غير ما يستجوبه. ومن غير ما يطمن الموكل في اي وقت من الليل او نهار. يقول لي سفرت? يقول لي عدت تلاتة شهر برة ولا اربعة شهر برة? لا. خلينا مع بعض ونتكلم اني هذه الضوابط ان كان مجلس النقابة قد وضعها. ظنا منه انه احسن. ايه الشاي الصعب قوي ده? هو تقيل? لا مش الشاي. اللي بيجيبه? خلاص. لا اللي لا يرضى عليك. بس دينا فرصة نقول كلمتين عشان ايه اللي لا يرضى عليك? ازا كان مجلس النقابة ظن حينما وضع هذه الضوابط انه قد وضع الاصواب والافضل. فهذا ظن. يا اخت حيحتمل خطأ والصواب يا اخي. ان كان عندك تصويب بالله عليك لا تكتمه. بالله عليك لا تكتمه. ابعتوا رسمي. ابعتولي بانزار. والله اللي اعرضوا على مجلس النقابة. بس عايزين نتشارك. قضية مش قضية حد. طب بصراحة بصراحة. اكتر ناس تتضر من التنقية مش اللي استبعدوا. بتوع النقابة. اعضاء مجلس النقابة اللي خدوا هذه القرارات. دول اللي تعرضوا شعبويا. في في امتحان الانتخابات. خلينا صراحة. امتعرضوا لامتحان قاسي. لانه في ناس كتير زعلت. في واحد جايب نسيبه. اه هو محامي مشتكل اه. وليه صوتين وتلاتة. هو وعياله. لكن نسيبه. لكن جاره. لكن الراجل بتاع الجراش اللي تحت. لكن الراجل صاحب اهل اللي جنبه. كل الناس دي يتعشم فيك. انت استجيب له. فخزلته. عشان تدافع عن نقابة المحامين وعلى المحامة والمحامين. انا انا لا لا اسامحك. لا اسامحك ان كنت تعرف حالة وما بلقتش به. والله والله اي واحد يتواطى ويسكت العيب والعار على اللي عارف وساكت. اللي عارف وساكت. اللي عارف ويجاي يتكلم كلام. انا بقول لحضرتك وراء وقلب. اقسم بالله. اقسم بالله تعالى. الحالات التي احيلت للنيابة. والموظفين التي فصلت. والمحامين التي يوقفوا واحيلوا التأديب. عدد لا يمكن معه القول بانك اقدر تتبلغ بحالة وتسكت. انا ديني بقول اهو. حضرتك خايف تقدم البلاغ. ويقولوا عليك مخبر. عشان اصرحك اهو. ما تقالتلي. وانا مخبر. عشان اجي اقول لك مين ومش مين. يا بيه مخبر ايه? يا بيه ده بيتكم. يا بيه ده انت بتدفي عن بيتكم. يا سعدتل بيه. مفيش واحد يسكت على اختراق بيته. انت اللي دخل النقابة بغير واجه حق. عليك واجبا. بل عار ان سكت. ان كنت عارف ان في واحد تسرب الينا ولم تبلغ به. مش العار انك تبلغ. العار انك تزكت. هذا ظني وهذا فهمي. وبعتبر ان دي وسيلة دفاعنا عن نقابتنا اللي بنغر عليها. وما عندي ناش حاجة غيرها. خلينا صرحة. مش هي العزوة. مش هي عزوتنا. طب احنا اصلا بنسن الضهرين عليها. احنا اصلا عايزين نرتقي بايه? كل ما نطالب به نطالب به لنقابة المحامين. قال لا. يا باشا الله يرضعي. هو ليه لا الاسئلة ده انت عم عبد اتكلمت لما اشبعت. عايز ايه? اضم بياجري. وما انت فكر الناس اتحالت ازاي? وعلى فكر ده ده معظمها من غير بلغات. ده معظمها من وجوده اوراق نقصة. الا اه موضوع الا اه اه قصة الا اه الامر المتعلق. في علاقتنا بالهيئات القضاية والشرطية. شوفها سادا. الحسبة دي حسبة اسمعها من قبل الالتحاق بالمحامة. انه دايما عندنا مشكلة مع هؤلاء. قلنا السبب الاساسي انك تمارس دور يخيفه. او مش الاس يخيف. على قد يتوقوه. يتوقع ان تضبط عليه نقصانا او قصورا تأخذه عليه او او تفضحه. فبيبقى متخوف شادد بيكلمك هو كاشش. عاوز عوض فكرة الحرية اللي انت. نعم. الهيئات القضاية والشرطية ده انا اتكلمت او الحاجة. انا اللي اسف. اعلي صوت اكتر. انا ممكن. سهلا. الهيئات دي. اه فيها مسألة احنا احنا مش عايزين مش عايزين نتجاوز في حق احد. بس الواقع واقع. احنا عارفين الطريقة الحقيقية. الحقيقية اللي بيتم بها اختيار هذه العناصر. عنصر الكفاءة ليس في الاعتبار. عنصر الكفاءة ليس. عنصر التوازن النفسي ليس في الاعتبار. عنصر الارتواء النفسي وعدم العقد مش معضوه في الاعتبار. فبيتحول الامر الى ايه? الى تنكيل بالاخرين. غياب مفهوم الدولة القانونية عن بلادنا سنوات وسنوات وعقود بيخلي فكرة الاجتراء على القانون. لا ده القانون بتاع انا. وتلاقي واحد بيكلمك كلام المفروض انه عيب. المفروض انه جهل. المفروض انه 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 هغلط والله. بس هو ان احنا عارفين ايه هو. لكن هذا الكلام ايه قال. وبتزود النصوص شيئا فشيئا. حتى المشروع اللي موجود حاليا. فيه نصوص حماية للمحامي. بس ما حدش بتكلم عنها. كل اللي بيكلمك يقول لك القانون ده عاملين عشان انتخابات. القانون ده عاملين عشان انتخابات. رغم انه انا والله بيشوفت فيه نصوص عشان انتخابات. المشروع لما اتعرض على مجلس النقابة ما كانش فيه مشروع. لما اتعرض على مؤتمرات المحامين ما كانش فيه نصوص انتخابات. قضية قضية تقسيم الدوائر واعادة النظام القديم في ان الاعضاء تنتخب بشكل فيه عمومية بحيس انه ما يخلصش اختصاص العضو بدائرة جزئية واحدة ولا في العامة لدائرة ابتدائية واحدة ده امر طوليب نبيه كسير وهو مطروح. قادل قادل انتخابات اللي في المشروع. انما النصوص اللي فيها تفعيل لفصل المحامات في الدستور موجودة في المشروع. الامر التاني الاخر بعد تعديل تشريعي يضمن هذه الحماية. اتنين. اتنين ومنتهى الوضوح. ضمان التحرك في المشكلات التي تواجهنا بشكل جماعي. يا اخوانا بالله عليكم. انا بقول لحضرتك ان في ناس بتنتظر المشكلات عشان تستسمرها في انها تسب النقابة. فتولع المشكلة. رغم انه هو يستطيع انه هو ازا تضامن مع النقابة صنع موقفا جماعيا فاعلا كافيت بنوع المشكلة. فاحنا عايزين نقول احنا اللي اللي بيتعرض لمشكلة بروح اجيب ناسهم. انا شخصيا لو اتعرضت لمشكلة في اي مكان اجيب عزوتي. اللي ليه? كتروا وقالوا لكن هم اللي ينفقوني. وهما اللي يسندوني. عزوة المحامين. والمحامين اللي هم مؤسسة بتعبر عنه. نقابتهم هي الاساس. تستحضر ثم تساءل بعد ما تستحضر. وما يبقاش مجيء النقابة عشان ما عرفناش نسب بدول نسب بعض النقابة. معرفناش نسب اللي اخطأ فنقول لهم انتو سكتين. انتو مبتعملوش. انتو عملتو مش عارف ايه. ده يا اخي ده انا المفروض ان انا احترامي الكبيري هو اللي بيوقرني عند الناس. ان كنت انا هسيء. والله انا بتلقائي خالص. بس انا ده اللي في جداني. انا حاسس ان انا لو ظهرت امام امام الناس. ان انا نقابتي. انا مستني نقابتي. وهتعامل بيها. واللي هيقوله ممثل نقابتي ملزم ليه? حتى ولو بشكل. يوحي الاخرين بان احنا واحد. وبعدد ان تفاهم بينهم من بعض. دون ان يفطل الاخرين. انما عشان اتحول اي موقف الى قصائد سباب وهجاء على النت رايح وجاي مع كل مشكلة اخطأنا فيها اوصابنا والله ما بيكسبش كلامنا. فمن ضمن المسائل اللي بتحط من قدرنا عند الاخرين الطريقة الاحدية. الانانية. الزاتية. اللي فيها مقارب انتخابية. اللي بنعالج بها مشكل مواجهتنا الاخرين. اختلفوا في الانتخابات زي ما انتم عايزين. انما اول ما تبقى لنا مشكلة مع حد برا. ما فيش حاجة اسمها اختلافات. الكبير كبير. ونحترم عشان ننتصر. وبعد ما ننتصر دي ما نعمل في اللي احنا عايزينه. نخش نقابتنا ونجيب اللي عايزينه ونشيل اللي عايزينه. انما ساعة ما بي في مشكلة. لازم نحترم هزا الكيان ونحترم الموسيلي هزا الكيان. دي هزي الوسيلة التانية. الوسيلة التالتة. سادتي لا شك انه المحاماة مهن التوازن. بين متعارضات. يعني زي ما البلاغة مطلوبة. التقعر والتزيد في البلاغة مرفوض. وزي ما الشجاعة مطلوبة. الا باغة مطلوبة. فالمحاماة عبارة عن موازنة بين متناقضات. او مش متناقضات. يعني اطراف الوسيلة اطرافها. من اقصاء الاقصاء. المحاماة هي مهنة اختيار الوساطية في كل هذا. انت انت تترافع بمستوى بلاغي محترم ولكن ليس متقعرا. ليس متفيهقا. ليس متصفصطا. بالشكل اللي هو يؤدي الى انه اللي يسمعك ينصرف عن مضمون كلامك ويروح في غرابة اللي بتقول. ويسيب الموضوع اللي انت جعلش انه اساسا. يبقى انا ما ترفعتش. لو المذكرة اسهبت فيها وقتلت تصرف الزهن وتخلي اللي ما يركزش. فدايما احنا بنوازن. انا مطلوب مني شجاعة في مواجهة هؤلاء. ومطلوب مني ايضا استزادة. علاقتنا بالكبار من ابناء مهنتنا قلت. وغرف المحامين بعد ما كانت منتدهات ثقافية الكبار بيسمعون فيها تجاربهم وبنكتسب فيها خبراتهم وبنزود عليها ونتفوق عليهم. دلوقتي بقت اماكن لتناول السندوتشات وبطريقة غير لائقة وبملابس غير لائقة وفي اوضاع غير لائقة حتى في طريقة الكلام. وبعض مننا يتباهى بانه يتلفز ويقول الفاظ لا تناسب المحامي. ده احنا اسز اختيار المفردات الراقية. ده احنا شغلانتنا. ده احنا شغلانتنا ان احنا نختار. احنا مش بنطالب بحقوق في المحاكم. طيب الحقوق تستوفى استفاءة. وتطلب طلبا وتنتزع انتزاعة. لكن بنروح من طلبها ازاي? بنقول نلتمس. نلتمس? ايوه الحقي والتمس? لا. هذا تأدب المحامة. هذه صيغ المحامة. هذه اخلاق المحامة. فارس. فارس بيبارز. لكنه لا يطعم من خلف. ولا يضرب تحت الحزاب. دي المحامة. والله فخورين بيها. وعجبان عشان كده. واللي عايزها كده يلتزم بدوابطها. مظهرها نروح المحكمة. مقيادين نفسنا. مخنيين نفسنا بكرافطات. وريحين بشكل معين. لكن بنعتز باننا لسنا كالاخرين. واحنا لو تكلمنا كلام العامة. حد هيطرق لنا باب. وما اللي الناس جاي لك لما تتكلم كلام زيه. انت تطلب لانك تستطيع ما لا يستطيع الاخرون. وبالتالي لازم تكون وسائلك بالارتقاء اللازم. اللي يجعلك جدير بان يطرق بابك وتطلب وكلتك. الكلام كتير. الكلام كتير خالص. المدينة السكنية. المدينة السكنية. انا مش انا مش هادر ارجع تاريخ طبعا. ده احنا نقعد لبكرة الصبح. بس الفكرة فين? المدينة السكنية كانت فيها غلطة. وازكر انه في مجلس النقابة الذي وفق فيه على انشاء هذه المدينة كنت عضوا. وقلت ساعتها لازم تنشأ مؤسسة بشخصية اعتبارية مستقلة تبقى ودايع المشتركين بعيدة عن ميزانية النقابة. ويكسب المشروع يخسر اللي اشتركوا فيه هم اللي تحملوه. بدليل انه النهاردة لما تزيد عسعار البناء ومواد البناء والشركات اللي هتقاود تحمل مين? اللي دفعته الاول وانتقلوا على سعر الشقة? ولا الشاي للنقابة بمعاشات الارامل والايتام اللي ملهمش في الشقة دي. لا ينفع تعمل كده وينفع تعمل كده. انت امام معادلة صعبة جدا. وبالتالي بتطور المسألة بانك تجعل من هذه المساحة مورد استثماري يرد على هذا الفارق اللي حصل في تكلفة الانشاء. الامر ده ياخد وقت وانا ما ياخدش طبعا لازم ياخد. الحمد لله استطيع ان اقول وفق ما وفتنا به اللجنة لجنة الاسكان في المجلس انه الحمد لله اوشكنا على الانتهاء وعلى تسليم اه اه دفعة اعتقد انها تمثل حد الاكبر من عدد المشاركين. لكن انا بقول لحضرتك الحل بقى عملته النقابة المرات. لما جات وزارة الاسكان واعلنت عن الشواء ايوه. اللي بانوا قالوا انه وزارة الاسكان بتعرض هزي الشواء بمستويات متفوتة وباسعار متفوتة. يمكن حد من زملاء يقدر يتكلم في هزا. لحظة واحدة. لحظة واحدة. انا 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 قلت انه هتطرها جاوب على الموضوع المدينة السكنية في اكتوبر بس. انها مش هادر اتناول. لكن الطريقة اللي اتعملت بهالنقابة بالنها تتيح فرصة الحصول على شواء من خلال وزارة الاسكان بهزي الاسعار الاقتصادية بالشكل الافضل احسن كتير منك تدفع مبلغ تقعد عشر سنين وانت مش عارف يفضل كام عشر سنين تاني عشان تستلمه. يبقى اعتقد انه الوسائل المحترمة في المعالجة هي ابتكار الاصوب وعدم السقوط في ذات الاخطاء مرة اخرى. اخر حاجة قبل ما اتركت الميكروفون لزملائي للرد. لا ما بقتش. لا ما تركتش. ما تركتش. انا ما تركتش. انا قلت ان في بعض زمل ايكملوا. اه. لحظة. لا 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 لا. عفونا فاني. انا بس ليه تحفظ. اه. عشان خاطري الاستاذ هاني. اه. ارجوك. لا تظن. ولا تسمح لنفسك ان تقول ان النقابة متعمدة. السكوت على ايهانة المحامين. ده امر قاسي جدا. محدش يتعمد يسكت على ايهانة نفسه. الا ان كان. الا ان كان وضيعا. والحمد لله الاعب بالعالمين. انا انزه زملائي جميعا. عن ان فيهم حد يقبل اهانة المحامات. والله لا صغير ولا كبير. يرضى بان المحامات اتهان. فارجو معلش يتحفظ ونحزف ديه من ما اتبطت الجلسة دي. لحظة واحدة فاندي. لحظة حاضر. اه. اه. موضوع الالتحق في 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 انا هترك ضربة القيمة المضافة هيرد عليها للاسازة. وموضوع الاسكان هيرد على الاسازة. وايضا اخر حاجة بس هي القضية المتعلقة بمسألة التحق المحامين بالهيئة القضائية وفقا للنص بتاع المادة الصامية. بص يا سادة. النص ده لما بيطالبوا بيه بيترد علينا بانه ما احنا برضو لما بنيجي نعين دفعة نيابة لو جيت بصيت على عدد اللي قبله في النيابة تلاقي النسبة دي وزيادة. ده ضعفها. من المقيادين في نقابة المحامين. اقول له انه انا مش عايز في قبول دفعة النيابة فقط. ده في كل تعيين قضائي وفي كل دفعة مستشارين والرؤساء محاكم لازم تكون نفس النسبة. لانه النص ما قالش عندما تعاين في النيابة بس. الا انه بيواجهك بمشكلة حقيقية. بصوا حضراتكم انا هربط هزا الكلام بفكرة الجلسة اللي بتنتهي الساعة اتناشر. يعني عشان بس يعني ايه? الا اا 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 الاخ الشقيق. اللي تحدث عن مسألة تأخر جلسات محمد زين. انا انا. ايو ريس الله يباريك فيك. تأخر الجلسات. على فكرة. زحام الجلسات. وتأخر الجلسات. وعدم كتابة اسباب الاحكام. وعدم اا وعدم تحقيق الدعاوة. وعدم سماع الشهود في الدعاوة. والاخلال بكل ما هو مقتضيات عدالة. سببه قلة عدد القضاء. هم عايزين يفضلوا قليلين. وعايزين يستفيدوا من الندرة. بقولك هذا البلد مش هيصله حاله اللي ازا تضاعف عدد القضاء في مصر الى عشر اضعاف في العدد الحالي. عشر اضعاف في العدد الحالي. وتقسيم المحاكم تقسيما يغير التقسيم الموجود من قرن تسعتاشر. المحكمة الجزئية في دارة القسم والمركز. لحظة واحدة يا بيه. الله يرضى عليك. دي قضية دي قضية مجتمع. الناس خرجت في الشوارع عشان ما فيش عدالة. من الاخر المظاهرات والسوارات لانه ما فيش قضاء وفيش عدالة. عايز تحقق عدالة لازم قضية. الجلسة يحدد فيها حد اقصى لعدد القضايا. ويبطل الحكم ازا صدر في اكثر من هذا العدد. عايز تزود عدد تزود عدد القضاء يبقى هتخفض عدد القضايا. يبقى مش هادية لتأخر الجلسات. يبقى هتبقى دور المحاكم في توزيع جغرافي افضل. هيبقى ساعتها حقك في انك تلقى تحقيق للدعوة اكبر بكثير. ومن ناحية اخرى هذه هي الوسائل الحقيقية في ان الحقوقيين الاكفاء المتميزين هو اللي هتبقى لهم فرصة للمشاركة حتى دون الحاجة لنص المادة تساربية. انا كترت واسهب وسرسرت وسمحوني. واسيب الاساس لكملوا باقي الاسئلة. ومعاكم لغات لما تخلصوا بيلي. انا مش ماشي.